اشتركوا في القناة هو النتيجة والحاصل من الشيء اثر فيه اي ترك فيه اثر واثره اختاره وفضله استأثر بالشيء استبد به وخص به نفسه الاثار البقية من العلم وهي الاثرة والمأثرة والمأثور اي المكرمة ومآثر العرب فضائلها ومكارمها واثار تحقيق الوسطية لا تعد ولا تحصى وكلها آثار طيبة ينعم بها الفرد والمجتمع ويسعد بها الجميع في الدارين في الدنيا والآخرة ولكننا نذكر أهمها فيما يلي أهم الآثار أولا رضاء الله تبارك وتعالى وهذا منتهى آمال الموحدين وغاية مقصود العارفين أن يرضى عنهم رب العالمين فرض الله تبارك وتعالى هو منتهى آمال الموحدين الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان بخلاف المنافقين فإنهم يرضون الناس في سخط الله قال الله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين إن رضى الله تبارك وتعالى من أعظم ثمار تحقيق الوسطية بل هو أعظمها على الإطلاق لأن الوسطية لا تتحقق إلا بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه والعمل بكتابه واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى أهل العلم في كل صغيرة وكبيرة والتمسك بالجماعة وطاعة ولاة الأمر والبعد عن التفرق وتجنب أسبابه من اتباع الهوى والتعصب والغلو والتمسك بمنهج السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان من الأئمة والعلماء الربانيين في الاتباع والبعد عن الابتداء والبعد عن الأفكار الضالة التي تعتمد على العقل دون دليل شرعي من الكتاب والسنة والأخذ على أيدي المنحرفين والأمر بالمعروف والعمل به والنهي عن المنكر والبعد عنه هكذا تتحقق الوسطية في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية وسطية يرضاها الله تعالى ويرضى بها عنا رضا يدخلنا به جنته ويحل علينا به رضوانه ويجنبنا به غضبه وسخطه اللهم آمين ثانيا تحقيق الأمن والاستقرار للأمة تحقيق الأمن مقصد شرعي من مقاصد الشريعة الإسلامية حيث جاءت الشريعة بحفظ النفس والمال والعرض والدين والعقل وهذا الحفظ لا يتحقق بدون أمن واستقرار كما أن تحقيق الأمن مطلب فطري وحاجة إنسانية ملحة لا تستقيم الحياة بدونها وهو سبب رئيسي في تقدم الأمم ورفعتها وإن عدم أو قل سيطر على النفوس الهلع والفزع والخوف وساءت المصالح وانحصرت الهمم بدفع الخوف وتأمين النفس والبحث عن استقرارها والإسلام هو دين الرحمة والأمن والأمان حيث أولاه عناية خاصة وأهمية بالغة وعده مطلبا شرعيا وقاعدة أساسية لا يستغني عنها الفرد أو المجتمع وقد تمثل ذلك في كثير من الآيات والأحاديث منها قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدننهم من بعد خوفهم أمنا فالأمن والأمان ثمرة تحقيق الوسطية في الاجتمع والوسطية ثمرة الإيمان وتطبيق شرع الله تبارك وتعالى والتمسك بأوامره والبعد عن نواهيه ثالثا تحقيق السلام والأمن العالميين إن الأمن والسلام نعمتان من أكبر نعم الله على عباده ومن محاسن هذه الشريعة الغراء أنها جاءت بحفظ الأمن وتحقيق السلام للفرد والمجتمعات فالأمن مرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان بهذه الشريعة قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إن كلمة الأمن تشترك في أصلها اللغوي مع كلمة الإيمان فالأمن والإيمان والمؤمنون كلمات تدل على معنى الراحة والسكينة وتوفر السعادة والاستقرار وهذه المعاني هي نفسها أو قريبا منها ما تحمله كلمة السلام كل هذه المعاني تتحقق بتفعيل الوسطية مفهوما ومنهجا فالوسطية هي تمام البعد عن الإرهاب والتطرف والوسطية هي التمسك بأحكام الشريعة وتشريعاتها وهي تحقيق الأمن الذي يعني الأمن والسلام والراحة والسكينة فأمة الإسلام أمة الوفاء والصدق أمة العهد والميثاق أمة الأمن والأمانة وهذه من أبرز صفات الوسطية في الإسلام قال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق فمن عامل أمة الإسلام بصدق ووفاء لم يجد منها إلا البر والوفاء والإخاء رابعا انتشار الإسلام وظهور جمالياته وإشراقاته الإسلام دين الفطرة ولا يحتاج غير المسلم كثير عناء ليقناعه بالإسلام بل إن أخلاق المسلمين في كثير من الأحيان تكون خير دعوة للإسلام وفي التاريخ على هذا دلائل وشواهد فالإسلام لم يدخل بلاد الهند إلا عن طريق حسن معاملة المسلمين لغيرهم في تجاراتهم ولما رآه الهنود من صدق المسلمين وأمانتهم ووفائهم بالعهود وما اجتملت عليه أخلاقهم من مكارم ومآثر فالتحلي بمكارم الأخلاق والتمسك بأحكام الشريعة الغراء وتحقيق الوسطية قولا وعملا تكون أبلغ من كثير من الخطب الرنانة والكلمات المؤثرة في الدعوة إلى دين الإسلام وإبراز محاسن الدين وإظهار عظيم شمائله وبديع أحكامه وروائع تشريعاته وروائق إشراقاته التي طالما أسرت كل من يطالعها كما قال الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إن إبراز الإسلام بصورته الوضاءة المشرقة من أعظم وأكبر أسباب قبول الناس له ودخولهم فيه أفواجا ومن أعظم الأسباب المعينة على ذلك إظهار ما تميز به ديننا العظيم من وسطية واعتدال في جميع جوانب الحياة الدينية والدنيوية كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمهة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فيكفي الناس دعوة وإقناعا أي أن يقفوا على الصور المشرقة الرقاقة لهذا الدين كما أراده الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر